17-10 ما زال متواصل ما زالنا في تقييم لهذا المسار السياسي والنظام السياسي خاصة أن اختلفت الآراء حول المسألة هذه بحضور أحمد سواب المحامي والقاتل سابق بالمحكمة الإدارية أيضا ربح الأخرى في الباحث القانون الدستوري والنيابي ومحمد صغير زكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس مش نتفعل مع الكلام اللي قال وسيد أحمد سواب يمكن الجملة الأخيرة أنا اللي قفلت بها قبل ما أتعدى وفيه فاصل يقول لك لو صارت مشاورات لما وصلنا لهذا العفن اليوم هكذا وصفه أحمد سواب تشاطروا في الرأي هذا مشاورات حول ماذا المشاورات حول تشكيل الحكومات حول تكليف الشخصيات من هو الأقدر شكون الأجدر شكون الشخصية الأفضل الطريقة اللي تنبيها زادة الاستشارة لا فعلا أنا نحب نرجع لنتفعل مع صديقي سي أحمد أنه هذا الدستور الكلام رو نقوله فيه قبل قيسة سعية موش مربوط قبل قيسة سعية على فكرة رو سألتوني عشر سبعتاش عشر رو حداش نسناق قد نقيم فيه مش نفترالية فقط دستور هاجين وسمعني في العبارة لقيت علش لأنه أخذينا من جنوب أفريقيا للبرتغال للبولونيا وحطينا الفصول الكل ثم أنه دستور مفخخ الدستور المفخخ هذا لا يمكن أن يكون دستور متنسق إن برنسيب إليمنتر ما نكشوشو اللي هو لا كويرانس ما نجنوبوش نقوله نوتر كونستيسيون كويرانس هذه دبونت فيه لجيستيك ما فيهاش نقاش ما فيهاش نقاش أنا بالنسبة لي أنا كي نقر الفصول كله نحاول شنوه ثم شنوه مرجعيته هذا هذا الدستور بدون مرجعية هذا بدون مرجعية فكرية واضحة واصول هذاك لشن قوله لقيت احنا على الأقل دستور تسس وخمسين كانت عنده مرجعية واضحة هذا الدستور بدون مرجعية فكرية شنوه اوهامنا رواحنا وان عنا مسار انتقال وديموقراطية ناشئة عليش تحكي على الوهم لم يكن واقي عنه عليش تحكي على الوهم لا وهم عليش عندما تقوم هذه المنظومة على المال الفاسد وتشترى الضمام والمقاعد ويدخل المهرب واللي عنده ثوابق للمجلس مش يكون التنصيب أفضل إذن يعني ما ما نعموش وهون يمكن زينا الحديث بشي يزني القانون الانتخابي لا لا نرجع بطبيعة عليش قتلك التنسيب معنيش مثلا 217 كلهم مهاربين كلهم فاسدين طالنا يدخل يدخل يتسلوا للمجلس وأحزاب تكون عايشة باللوبيينغ وتعمل في مشكلة في القانون الانتخابي لوبيينغ لا يسمح به الدستور لا يسمح به مرسوم الأحزاب موجوعي معنا المشكلة في تطبيق القوانين اليوم عنديك قانون الانتخابي قانون الانتخابي يجرم ما تنجمش تحكي على ديمقراطية وأنت غير قادر على تطبيق القانون ما تنجمش تحكي على ديمقراطية إيه هذيك شكتلك ما أنت نشوفه العيبين ونصلحوه هذا تشخيص هذا في التشخيص تقول لنا أحنا كنا فعلا نتوهموا أنه مرحلة مرحلة ضيعناها لا ترويب عشر سنين ضاعوا وين وصلنا؟ وصلنا في دولة متساولة نفسخوا ونعودوا وشنا عملوا ونرجعوا للنقطة الصفر؟ هنأ أولا للمرة هذية الفترة هذية ممنوع الخطأ ممنوع أنه نخطأ أولا في التشخيص وفي خروجنا من الأزمة وكانت حال نربطوها بالشي بما يقع توا النظام السيطين نربطوها مثلا سمحني كلمة ممنوع أنه نخطأ ممنوع لشكول ممنوع على اللي يحكم في البلاد يخطأ في المرحلة هذه ممنوع الذي يحكم توا الرئيس الجمهورية ممنوع أنه يخطأ ممنوع ممنوع لنا الخطأ توا رئيس الجمهورية مثلا في الإجراءات الأخيرة نحن سندنا موقف سندنا حركة 25 يولية لم نسند شخص الأجراءات الأخيرة الأجراءات الأخيرة أنا عندي فيها منقول يلا باختصار أنا أدعو رئيس الجمهورية أنه يراجع التمشي متاعه لدي مارس التمشي متاعه التمشي من الجمهور نقوله هو المهوش في ردي قلنا لرئيس الجمهورية نحن شركاء سيد أحمد خاد مناش رعاية نحن شركاء في هذا المسار الخطأ والخطيئة الكبرى الموجودة في التمشي هذه هو أنه تم أقسعنا يعني كأشخاص كأحزاب نحكي على المنظمات منظمات وطنية وأحزاب بعض الأحزاب الأحزاب والأشخاص والمنظمات المهنية الأخرى يعني المحامون المهندزون يجب أن يضلي يعني المسار يجب أن يكون تشاركيا بالأساس وإلا لن ينجح هذا المسار معز تفضل سؤالك الأستاذ رابح ما تشوفش أنه قاعدين نطولوا في الثنية وهي قصيرة مع تليوم قاعدين كما كان يحكي سي محمد صغير الزكراوي أنه قاعدين كل شيء نحطوله نقاط استفهام قاعدين نشوفوا في مؤسسات بثم حاجات إيجابية كما قال سيد أحمد قاعدة تبناء لكن قاعدين نهدوا في الدنيا كل ونحاولوا لبنيه السفر لكن الأزمة لو كان صح كلمة الأزمة هي مرهونة في حاجة بركة اللي هي مسؤولية الحكومة ومسؤولية رئيس الحكومة يعني شو نحكي على نظام سياسي برلماني رئاسي ونقعد ونحكي وفي النظمة السياسية إلى آخر المشكلة الحقيقية والسؤال الحقيقي اليوم هل رئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان والبرلمان هو يعين رئيس الحكومة وهو ينحي الحكومة وإلا عنا رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية وينحي رئيس الجمهورية اليوم هذه هي أم المعارك يذهرني اللي نحاول نغلفها ببرشة حاجات أخرين لكن هذه بيت القصيد في النظام السياسي في الأزمات المتعاقبة هو سؤالك في جوهر طبيعة النظام السياسي هل هو البرلماني والرئاسي لكن في تقديري خلينا نتفعله ولأنه عندما ننقض هذا الدستور لا يعني أنه تبني دستور في 1959 والعود إليه ثانيا أنه هذا الدستور أنا في تقديري أنه الأسوب هو أن يقع تحوير تحوير عميق في الدستور يشمل أساسا بابي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحوير عميق ما أنت تنقيح تنقيح في البابين بالآلية الدستورية اللي جاب بها الدستور 2014 لا بطبيعة الحال لأنه هناك بعض القيود الإجرائية يمكن تجاوزها كيف؟ أنا لم يكن تجاوزها والذهاب للإستفتاء وهذا رأيه الفصل الثاني والثمانين من الدستور خول الفلسفة العامة للإستفتاء المنحها لرئيس الجمهورية المسندات الدستورية موجودة في الفصل الثالث والفصل الخمسين أنه الشعب يمارس هذه الأسفل يمشي لاثنين ويعمل استفتاء ويبدل الدستور لا 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 هو أنا هذه نظر لا لي نحترم يعني طبيعة أو صلاحية للإستفتاء لأن هناك من ينقض أنه رئيس الجمهورية ما عنده إش حقا لا هو من حاجة الفصل الثاني والثمانين ما معنه إش حق فإنه يمكن الذهاب إلى الاستفتاء والفلسفة العامة أن الاستفتاء هو من صلاحية رئيس الجمهورية وهذه الآلية الوحيدة التي تمكنها من داخل الدستور للتحويل والمسندين الأساسي الدستورين هو المادة ثلاثة والمادة خمسين اللي هو الشعب يمارس السلطة التشريعية السلطة عبر عبر انتخاب ممثلي وممثليه طالما أنهما أحد الأخطر الدهم فأنا من هنا أرى أظهر لا فهمت هات شيئ يصير فإن يمكن كي جاء حق الاستفتاء يمكن أعطنا كيف يصير الاستفتاء الدستور القانون الانتخاب أعطنا كيف يصير sending هذه مسألة لا سمحني أستاذ احن تواخرجنا على نحكيه وكأن الدستور موجود الرئيس يقول الدستور ماذا؟ لا لا نحكيه وكأن الدستور موجود نحكيه وكأن الدستور موجود أرى لنا في حالة استفناء حالة استفذاء في الدستور حالة الاستفذاء يعني رئيس جمهورية قال اللي هو علق الدستور علق جزء ربع دستور خلى نص مشكلة فيها على شكلتان ثم تمشي رئيس جمهورية هذا مش معقول انك تخلي بابين من الدستور وطلع خلينا الملاحظة خليسترسر فيه خاتر ليه خاتر نحكيه على الاستفذاء وكذلك خارج الموضوع لأنه تقول دستور مو الغابة معلق هو النظرية لماذا سيذهب لأستفذاء رئيس جمهورية مش معلقة هو رئيس جمهورية لا في الأمر 117 في الأمر 117 فصل 80 رئيس جمهورية بارك مش معلقة مش معلقة لا 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 نسكل معلقة اشتصف استفذاء هو يعمل قلص ويحطها معلقة وواحد بارك واحد بخدام القلص هو رئيس الجمهورية هم اعتاوها والمنظومة اللي اعتاوها الفصل 80 اعتقى المنظومة تشكلهم بربي هذي يمتسميوش انقلاب بربي نحب اللي فهم حاجة نسألكم ونحترامكم سيرابة والصغير زكراوي خلص أنت صغير أبا بريفارجي لأنه الفصل 80 يقول لك الحكومة تقعد البرلمان في الحدق يفتق وتعرف شنو لديسمبر ما يخدمش البرلمان الشهاري ووغل المنح وقفت تعليق الاختصاصات تمت يفعل حصانة بالفصل 80 ينطلق بشي بدل نظام سياسي الكل والدستور هذي كما تسماشي انقلاب أعطيني وصف قانوني ودستوري لما قام به لا ما سماشي أنا ما سماشي انقلاب معنا يبدل الدستور مش انقلاب لا لا سماشي ويأخذ السلطة الكل ويرد جماهيري شعبية أنا نحكي لك بالقانون ما نحكيش هذا السؤال أنا سمفي كابسيات كوسفي عرابة يبدل الدستور في ظرف استثنائي دور مع العادي سمحني سمحني متفضل أنا أسمح لنفسي أني اطلعت على كل التجارب في هذه المدة وجلبت كتب وآخر الكتابات ما يتعلق بحالات الاستثناء وكل التجارب أولا احنا تجربة دين سانجولاريتي من القاش في العالم دوك ما نقرنوشي بالبرة نقام من قرنوشي بالبرة لأذا كنت تقارن على حاجة الجبل على كيف تخاف لا 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 ما نقرنوش خواهي الجبل لا ما نقرنوش خواهي الجبل لبعض لا ما نقرنوش خواهي الجبل هذه مسألة من أجيب لا نحش من الطلعت وبعطه ونجي لتونس أعطيني ما تكون بنت الدستور في ظرف سمحني لا سمحني لا قلت لك أنا تونس حالة استثنائية خاصة أعطيني في ظرف استثنائية وقع تبديل الدستور يا ولدي فاهم ما تقول شتاقطاني وانا فاهم سؤالك وانا عاربك اش تقصد فاهمتني وانا عاربك اش تقصد ما حدث إنسان وقت يفعل الفصل 80 وعند تفعيل أعلان حالة الاستثناء معروفة لا تناقش ولا ترقبها وقت الرئيس يقول أنا نفعل الفصل 80 حتى واحد مينقش حتى محكمة الدستورية موجودة ما تناقش في هذاك تناقش في الأجال تناقش في كذا تناقش تناقش منقص ولكن حالة الأستثناء يمكن أن يقطع مع المنظومة الدستورية الموجودة يمكن له في بعض التجارب أن يقطع مع المنظومة الدستورية الموجودة لا شيء سمحني يعملون لو قلنا عاد سمحني تقولي يا تبسر لنا يا تبسر لنا عندي في نماء ولا هذا ايش عبي تنسل إذا كان أنت راضي أنا دعيت منذ البداية إلى السيناريو الأول أن يعلق الدستور وتقع هندسة جديدة للمنظومة الدستورية والسياسية الكل بان حق بان حق بحق حالة الاستفناء يا ولدي سمحني لا سمحني طلعة طلعة شوية مناش دجل لا سمحني ما قلتش دجل لا 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 سمحني أنت في بعض دجل أنا 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 أسمح لنفسي نقول لكم اتطلع ونتكلم بالقانون مناش نتكلم بالسياسة ما هي سياسة قانون ايه ينجم يعمل اللي هاب برا اقرى شنو عدو قال شنو وقال ها قلتش دجل ها قلتش دجل ها قلتش دجل ها قلتش دجل دجل ينجم يعمل لأن المنظوم الموجودة في تونس منظومة فاسدة محترية نسو مصيرا بحق يعني الإجراءات الحالية سمحني الإجراءات الحالية يجب أن تذهب في اتجاه إزالة أسباب إعلان التنفيذ الاسفائي نفس التفاعل مع السيد لا خليلو عد مجان خليلو عد مجاني فضل بالنسبة بالنسبة لله بالنسبة لله حتى في حالة الاستثناء هو أساسها دستوري ما زالت حالة الاستثناء أساسها أساسها دستوري وعندما يدعو الاستفتاء ما هو القومات وما هي الأسس التي يستند إليها أنا أرأى وهذا موقف أن الفاصل 82 خول لرئيس الجمهورية إمكانية الاستفتاء استناد إلى الفاصلين لأنه حتى الأمر لأنه نطول نحن عندما نقيم عشر سنوات بما في ذلك التدابير الاستثنائية الآن والتدابير الاستثنائية وأخيرها ما زال ما تحولش إلى قانون هذه الرزنام التي فيها بعض المشاكل حتى تقنية فيها عديد مثلا نعطينا مثال مثلا أنه عندما ينظم الانتخابات والدليل أنه ليس مدروس كما ينبغي 17 ديسمبر هي نهاية كلاس العالم هذا غير 17 ديسمبر 2020 هذا غير مناسب هذا التاريخ للانتخابات ومنح صعب جدا تنظيم استفاة وانتخابات فرص ثلاث الزمان ثم تقاطم الزمان عندما يخرج أو تفرز الانتخابات مجلس نيابي في هذا التاريخ يعني مباشرة أنه مجلس نيابي لن يناقش قانون المالية الأول والآخر وهو ما يعني هل هناك نية لتغيير دخول القانون المالية حيث تنفيذ من شهر ديسمبر إلى شهر مارس هذا مثلا العينات من العينات وأساسية وكبرى نختم معك سيداحمد السواب يلا بقالنا دقيقة من الوقت تفضل ماذا ليكتب سيداحمد سيداحمد فيش تكتب لا 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 اللي بجنتو أحشكم با أخذر في أربع نقاط حاول نختص القدر المكان شي صغير ساعة وشي صغير وشي صغير وهذا من مكتسبات الثورة اللي نحكي بهذا المستوى وبهذا بهذا معنى الاحترام وبهذا الاختلاف حكا ولا مش حكا دونك فما مكاس قال فوزي البنزارتي يزيني مام ياسر نيغاتيف ياسر نيغاتيف أربع كلمات الكلمة الأولى مثال شتونيس مغير الاسبرت ديكولونيزي هنري يروي في مؤسسة عالمية مؤسسة أوروبا اختب سيد رئيس الجمهورية مبين ثمانية والتسعة سبع متع السبع بتاديتوريال في أوروبا انترنشنال شي قول في أربع كلمات قائد السفينة متع تيتانيك يعيد كتابة النظام الداخلي للسفينة وهي تغرق اثنين في الأثناء قائد السعيد الذي يبدو ظاهريا وترجمة حرفيا في دلمو لا يعرف شيئا من الاقتصاد هو مركز على مشروعه وحيدا في قصره والرئيس يتخيل إليماجين دستورا جديدا النقطة الرابعة يذكرني هذا يش قال السيد بالقذافي في آخر حوار معه هو حوار القذافي نظرة ثابتة كما قائد السعيد يؤكد نفس الأحكام وبنفس النبرة نفهم معناه مونوتون نفهم فاقمون بشفة تقريبية لكن نظل بعيدين جدا عن الواقع ويعود يرجع للتيتانيك وعلى التيتانيك الربان يحافظوا على الاتجاه وحجز الطاقم لكيباج في الفوندكال لو تهبطه ولكنه في الأثناء يرهبوا في استشارة المسافرين للحصول على استفتاء لشخصه بليبيسيد بيسيد هذا مقال من أعزم كتب بيسيفة تنبؤية على قائد سعيد ما قال سيدي؟ أستاذ جامعي وسترقت له برشا ونحترمه وليد العربي قائد سعيد أو مقولة كارل شميت حول الزعيم الفور على هتلر الذي يحمي القانون وماذا يقوله؟ غير أنه منذ تتويجي رئيس الدولة هذا في فيبري معناه يخرب شام العام يبدو أن قائد سعيد أصبح فعلاً يشكل تجسيداً لفكر كارل شميت وخاصة لثوريته المحافظة وهذا ما يدعو كل المثقفين والمثقفات الذين يبحثون له عن تبريرات ويدعمونه تحت أي عنوان من العنوين ومهما كانت داعي إلى رفع هذا الدعم عنه وعند الاقتضاء الاستعداد للمقاومة فمشروعه في منتحة الخطورة أوني وأقول أخزون في الوقت في الوقت أخزون الانقلاب يمس الدستور يوالي يكامل بالانقلاب نبه على رئيس الجمهورية ما يتمسش الدستور وإلا رابسة نفجر الأبضاء السياسياً قبل ديسمبر في جميع الحالات هذا إذا كان ما نفجرت شيء قبل الفيفري اقتصادياً واجتماعياً سمحنا على التطبيق فقط أنا أريد أن أتحدث مباشرة إلى رئيس الجمهورية فيما يخص هناك نزعة انقلاقية غير مفيدة لا له يعني ولا لمركزه كرئيس الجمهورية ولا للدولة التونسية شكراً لك رابح الأخرى في باحث القانون الدستوري والنيابي شكراً لك أيضاً محمد صغير الزكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس شكراً أحمد سواب المحامي والقاضي سابق بالمحكمة الإدارية يعطيك صحة معز أعطية شكراً لكم على حسن المتابعة سبعتاش عشرة ما زال متواصل معكم على قناة التاسعة غضوة إن شاء الله في نفس التوقيت انطلاقاً من السادسة مساءً سبحان الله خير نسكر